تواصل وزارة الإسكان خلال هذا الأسبوع عملية توزيع 293 وحدة سكنية بمشروع لحنينية الإسكانية لمستحقها وفقا لأقدمية الطلبات الإسكانية وذلك بعد انتهاء مرحلة التخصيص بمشروعي الرفاع الشرقي والرفاع الغربي لتنهي بذلك توزيع 415 وحدة سكنية بمشاريع الجنوبية وأفاد الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدكتور خالد الحيدان بأن الوزارة شرعت في الاتصال بالمواطنين المرشحين للاستفادة من تلك المشاريع لإشعارهم بمواعيد مراجعة الوزارة والقيام بإجراءات السحب الإلكتروني على الوحدة الإسكانية وفق جدول زمني عدته الوزارة مشيرا إلى أن ذلك جاء عقب الزيارة التفقدية لسعادة وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر لمشاريع الحنينية والرفاع الغربي والرفاع الشرقي واتمئنانه على اكتمال نسب الإنجاز الخاصة بالوحدات السكانية وأعمال البنية التحتية وجهوزيتها لاستقبال المواطنين الذين قاموا بإنهاء الإجراءات اللازمة للتخصيص واستلام الوحدات وأكد الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية أن مشاريع الحنينية والرفاع الشرقي والرفاع الغربي تعد من أبرز المشاريع التي قامت وزارة الإسكان بتنفيذها بالمحافظة الجنوبية والتي أسمت بشكل كبير في تخفيض عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانترار بالمحافظة